أدانت مصر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اعتبرت مصر أن قصف مقر يطلع بدور أساسيا في دعم جهود إعادة إعمار غزة يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة كما طالبت الأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة وللطلاع بمسؤولياتها إزاء وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة